بسبب عدم اكتمال النصاب أرجع دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الجلسة التشريعية العامة التي كانت مقررة عند العاشرة والنصف للمرة الرابعة تتعطل الجلسة التشريعية ولا تجمع نصابها لخلاف على جدول الأعمال أو على دستورية الجلسة أو شرعية المجلس النيابي غابت الكتل النيابية في فريق 14 أذار وغاب تكتل التغيير والإصلاح ورئيس الحكومة أيضا فحضر إلى البرلمان 18 نائبا من كتلة التنمية والتحرير الوفاء للمقاومة المردة النضال الوطني وكما دخلوا خرجوا الظاهر يعني المقاطعة صايرة سلاح من أسلحة عند الفريق الآخر من أسلحة تفريغ الدولة ومؤسساتها من المسؤوليات الدستورية الملقاة على عتقها أطالب الرئيس بري أن يسارع إلى إعلان حالة طوارئ نيابية حيث يبقى المجلس بصورة انعقاد دائمة أما الدعوة فلا تزال قائمة ليوم الاثنين 23 أيلول المقبل في جلسة تدرس جدول الأعمال نفسه هي جلسة تكرس العجز التشريعي بعد تكريس العجزين الحكومي والأمني ترجمة نانسي قنقر